المترجم الى اللقاء هذه المترجم الى اللقاء المترجم الى اللقاء المترجم الى اللقاء مفروض السكرين الظاهرا لكم هي ال-pdf file المترجم الى اللقاء نستعرضه مع بعض Already Already syllabus موجودة على e-learning مع أول material موجودة برضو الintroduction slide كمان موجودة uploaded على e-learning الآن راح أتبع نفس الطريقة بالفصول الماضية راح يكون إن شاء الله في recording للlectures و upload إلها حسب ما نشوف Microsoft Teams حيعمل upload على ما يسمى Microsoft Stream وهناك راح يكون فيه إلكم link you can يعني access ال recording directly من خلال e-learning لأن طبيعة هذا الكورس يعني بيعتمد ولو بشكل جزئي على مادة network protocols تحديدا راح يكون فيه عندنا مجموعة من البروتوكول نتكلم عنهم في هذا الكورس وهي البروتوكولز يعني طريقة التعامل معها بنفس الطريقة اللي كنا نتكلم فيها عن البروتوكولز في مادة ال network protocol معظمها طبعا أكيد راح تكون عبارة عن application layer protocols و related ل multimedia الان 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 المادة لدينا بشكل عام راح تلاحظوا من خلال الرفرانسز أو التكستبوكس اللي موجودات أمامنا راح تلاحظوا إنه في عنا أكثر من ريفرانس أو تكستبوك راح نستخدم الان اللي راح يصير إنه راح يكون في عنا المتيريال مقسومة لجزئين الجزء الأول منها راح يكون بيتعامل مع الملتي ميديا بشكل عام يعني بالأول لأنه طبيعة هذا الكورس اسمه multimedia networking فهو يعني بيتعامل مع two concepts multimedia و multimedia networking فبالنسبة للملتي ميديا part راح نصرف يعني خلينا نقول الثلث الأول من المادة على فهم ومناقشة الملتي ميديا data types الآن لما نتكلم عن ملتي ميديا بعد شوي في الintroduction يعني راح نوضح بعض الbasics اللي راح نبني عليها في المادة فلما نتكلم عن الملتي ميديا راح يكون يعني في بالنا three main types of media images وفيديو واوديو الآن كيف يعني نفهم the content of the images or video or audio الهدف منه أنه لما ننتقل على الجزء الآخر من الكورس اللي بيتكلم عن ال networking part تحديدا واللي هو يعني صلب المادة راح يكون فهمنا أسهل لما نيجي نتكلم عن أشياء لها علاقة بال networking و in terms مثلا of bandwidth of packet loss of delay مصطلح quality of service راح نتكلم عنه بالتفصيل في المادة فلما نيجي نتكلم عن ال bandwidth وال quality of the video ومعظم هاي الأشياء يعني يمكن مقارنة بكورس البروتوكولز الأشياء اللي راح نتحدث عنها بهذا الكورس هي أشياء يعني خلينا نقول ملموسة بحد كبير من أي يوزر بحيث أنه بيقدر أنه يعني يقارن أو يطابق ما بين الأشياء اللي نتكلم عنه وما بين الأشياء اللي بيتعامل معها بمالتيميديا تولز الآن المادة اللي راح نبدأ فيها راح تكون من عنا الثري بوكس اللي احنا راح نضن يعني to refer to them by the author في عنا الكتاب الأول لهالسل وهذا الكتاب يعني مين اللي راح ناخذ منه الجزء الأول اللي بيتكلم عن المالتيميديا بارت فلما نتكلم عن المالتيميديا بارت تحديدا من إمجز وفيديو وآديو يعني نفهم المين كاركترستيك ونحاول ونحاول نربط طبعا ونحن نتكلم عن هذا الموضوع بالنتواركين بارت علشان نهيئ حالنا أكثر للنتواركين بارت اللي جاي بعد ذلك مننتقل على مادة المالتيميديا نتواركين واللي هي راح نغطيها من تو بوكس هذول الكتابين أوريدي انتو درستوا منهم في مواد سابقة فرح ناخذ منهم سلكت تشابترز ريليتد ل المالتيميديا فرح يكون عنا كتاب اللي درستو في مادة الكومينيكيشن لفروزان ورح ناخذ فرض من كتاب الكمبيوتر نتواركينج تبع كوروز اللي هو درستو في مادة النتواركز الآن هذول الكتابين انتو فاميليار معهم وبالتالي الرجوع لهم سهل بالنسبة للكتاب الأول هو قديم شوي اه بالنسبة لل كتاب الأول هو قديم شوي بس شوي اسأل مجد عملت جوين الآن مجد دكتور أنا عملت لها admit آه أوكي هو الآن لأنه مش معمول عنا التيم فالجوينينج الآن يعني أقرب للبوبليك جوين فبجوز لاحظتوا أنه ما بتستنوا حتى باللوبي to get admit from me عبينما الأمور تتنظم بالكورس ويصير في عنا تيم زي ما حكيت بداية المحاضرة طيب خليني أرجع مرة ثانية للسيليبوس الآن قلنا أنه رح يكون في عنا هاي الكتب نعتمد عليها في المادة بالنسبة للكتاب الأول هو كنت بقول أنه قديم شوي وأنه ممكن يعني ما يكون متوفر إذا الواحد يدور على copy منه لكن يعني جرت العادة أنه الطلاب بالزمانات يعني يصوروا هذا الجزء المطلوب وأعتقد أنه available بمكتبات معينة يعني للتصوير الآن يعني حتى أكد على هاي النقطة السلايد بحد ذاتها هي يعني فيها معلومات بس هاي المعلومات بالعادة بتكون يعني مختصرة بس عشان نقدر يعني نمشي في المادة ويكون فيه تسلسل واضح وفهم واضح للنقاط وإحنا نتكلم عنها لكن فعليا يعني المتيريال إن ديتيلز بدو يرجع لها الواحد بالكتاب أو بالشابتر المعني ويشوف يعني الأشياء اللي احنا تكلمنا عنها بالتفصيل الآن بعض السكشنز حتى لو يعني قلنا بدنا ناخذ شابتر معين بعض السكشنز ممكن ما تكون يعني مطلوبة فهذا طبعا يعني سهل من خلال السلايد إنه نعمل ما بين التوبك أو التايتل اللي موجود بالسلايد مع التايتل اللي موجود بالكتاب هذا على مستوى الماتيريال اللي راح نغطيها من وين الآن الاسسسمنت بوليسي برضو راح نعتمد الاسسسمنت بوليسي اللي خلنا نقول الجديدة بالنسبة لموضوع الانلاين فرح يكون فيه ميد اكزام وفاينل اكزام بالإضافة لمجموعة من الاسسايمنت هاي الاسسايمنت قد تتراوح ما بين بعضها ممكن تكون ويرشارك اصايمنت بعضها ممكن يعني زي بالبروتوكول بعضها ممكن تكون عبارة عن وتركت الابشن للكوزز يعني موجود بس مش اكيد يعني انه يكون فيه كوززز الان الماتيريا نفسها يعني بعض الاشياء اللي جاي الان هي يعني تعريف اكثر بطبيعة المادة فزي ما قلت قبل شوي انه طبيعة المادة تاعتنا رح نغطي فيها ثلاث اجزاء رئيسية الجزء الاول هو يعني بياخد تقريبا ثلاثين بالمية من المادة اللي قلت تقريبا ثلث المادة رح سيكون عن الملتميديا itself ال ال data types itself مع نتفرج على بعض ال compression techniques اللي تستخدم ونحاول نشوف هذا الكلام يعني كيف بيفيدنا بال networking بعدين ننتقل لل multimedia networking part ونغطي بعض التكنولوجيز اللي تستخدم في الملتميديا streaming ثم ننتقل على الجزء الثالث من المادة واللي هو بيتكلم عن بعض ال internet protocols اللي موجودة عنا في الملتميديا مع الحديث بنهاية الفصل عن quality of service واللي هو موضوع احنا رح نرجع نذكركم في مادة ال protocol كنا ذكرنا كلمة quality of service ونحنا نتكلم عن IP header لكن ما دخلنا بالتفصيل بهاي الأمور على اعتبار انه في الها مكان آخر يعني تتغطى in details اللي هو هون الآن الأوتكمز هاي اللي شايفينها أمامكم هاي الأشياء اللي هي يعني شو الطالب بده يعني خلينا نقول يطلع بهذا الكورس منها والأشياء هاي للتذكير بنهاية الفصل رح يكون في عندكم زي survey أو questionnaire تظهر لكم على خدمات الطالب تقيم انت يعني خلينا نقول من وجهة نظرك كيف شايف تحصيلك بهاي الست مواضيع هاي ما بدنا نخلطها مع survey أخرى أو questionnaire أخرى الجامعة بتعملها كتقييم عام للمساق واللي هي بيسألك فيها مرات عن المادة عن المدرس عن يعني بيسأل أشياء عامة أكثر هون احنا نكون فقط منسأل بهاي الـ questionnaire أو survey عن المتيرية نفسها الداخلية تاعت الكورس وإيش أنت يعني درجة تحصيلك فيها من مواضيع بعد ما تنهي هذا الكورس هاي بتهمنا أكثر لأمور اللي هي ضمان الجودة وما يسمى بالـ quality assurance أكثر مما أنه يعني موضوع تقييم للمساق نفسه المواضيع اللي راح نغطيها إن شاء الله زي ما قلت راح يكون في عنا يعني selected chapters من من ثري بوكس اللي تكلمنا عنهم قبل شوي هالسل وفروزان وكروز فالمادة اللي راح نبدأ فيها أول ثري توبيكس راح يكونوا من كتاب هالسل اللي هما من chapter 1 لحد chapter 4 اليوم غالبا راح يعني نحكي عن بعض الأشياء اللي موجودة في chapter 1 بس يعني راح تكون مختصرة جدا مقارنة بالمتير اللي موجودة في chapter 1 فبالعادة هذا يعني chapter يعني ما من نعتبره خلينا نقول يعني جزء من المادة اللي انت مطالب فيها هو أقرب يعني ل introduction عام أما المادة فعليا اللي راح نغطيها من كتاب هالسل راح تكون three main chapters اللي هما chapter 2 chapter 3 chapter 4 again راح يكون selected توبيكس من chapter 2 و3 و4 وليس الماتيريا الكاملة الآن بعد ذلك في عنا مادة multimedia networking زي ما انتو شايفين راح نغطيها من كتابين فروزان وكروز في بعض الأحيان راح نستخدم لنفس التوبك المواضيع من الكتابين وبعض التوبكس راح نغطيها من كتاب واحد هسا راح راح تلاحظ انتو لقدام انه بعض المواضيع مغطية نفسها بالكتابين بس من خلال السلايدز يعني على الأقل السلايدز بتكون بالنسبة لك زي guideline يعني تعرف المتيريال تقرأها من أي كتاب يعني مش مطلوب منك انك تقرأ مادة مثلا مادة معينة زي RTB مثلا مش مطلوب منك تقرأ مثلا من الكتابين فرح يكون محدد لك بالسلايدز انه من أي ريفرنس احنا نشرح وبالتالي بإمكانك ترجع له بعض المواضيع اللي بتكون موجودة بالكتابين يعني تقديريا اللي بشوفه أنسب يعني بغطي المادة بطريقة من مجهة نظري شايف أفضل فبعتمده بالسلايدز وبنعتمده في الشرح رغم انه بتكون مشابهة الو مادة موجودة بالكتاب الآخر بس جمعنا الكتابين لأنه بعض المواضيع يعني مش مغطية بكتاب بشكل جيد زي الكتاب الثاني فمضطرين انه يعني تقو باك الكمفورت بين هذول الكتابين الآن راح بعض الأشياء هاي الموجودة هون طبعا يعني خلينا نقول بعضها لسه نتكلم عن التدريس التقليدي بالنسبة لموضوع إيش اللي يستخدم وإيش اللي ما يستخدم بالامتحان موضوع الاتندنس وموضوع ال اللي بيسموها المحاضرات التفاعلية يعني ما يكون الفرق كبير كثير بالنسبة لكم بحيث انه المحاضرة عمالنا بنعطيها يعني أونلاين وبنفس الوقت المجال مفتوح للسؤال في أي لحظة إنك تسأل عن أي نقطة وإحنا نشرح ويكون في متابعة يعني أول بأول بالنسبة للمحاضرات يعني برجع بقول يعني ما يكون الاتكال على الريكوردينج إلا خلينا نقول لما الواحد يكون يعني مضطر إنه ما يحضر محاضرة أونلاين أو إنه مثلا تكون نوع من التذكير إله بالمتيريا لما ييجي مثلا بده يحضر الامتحان على سبيل المثال ممكن إنه بعض الأشياء مثلا يحاول يسترجعها ويذكرها مرة ثانية فممكن هاي الريكوردينج إنها تساعد لكن ما يكون الاعتماد عليها بشكل كامل حتى ما يصير فيه تراكم بالمادة لما يبدأ يشوف الطالب ريكوردينج وراء ريكوردينج قاعد بينزل ومش قاعد يحضر فيهم أول بأول فبالتالي راح تتراكم عليه المادة بشكل كبير ولما ييجي يحضرهم كلهم دفعة واحدة راح تكون بالنسبة إله المعلومات كثيرة دفعة واحدة بفترة قصيرة بأول بالكورس إن شاء الله طيب قبل ما أنتقل على الانترودكشن بتاعة الماتيريال في أي سؤال أو استفسار له علاقة بالسيليبوس طيب 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 أمامنا الآن من كتاب فروزان آسف من من كتاب هالسل حسنا إن شاء الله كتاب يعني فروزان وكوروز يمكن يعني لقدام شوي لأن نبدأ فيهم مبدئيا راح نبدأ بكتاب هالسل الآن بهذا الشابتر راح ناخذ يعني إنترودكشن عامة عن الملتي ميديا كمينيكيشن أو نتوركينج و راح تلاحظوا إنه المادة راح أتكلم عنها الآن أو اللي موجودة بالسلايد هي مقارنة بالإشي الموجودة في الأكتش والشابتر زي ما قلت مش مطلوب إنه يعني تقرأ كل الديتيلز اللي موجودة بالكتاب بتقدر تكتفي بالمواضيع اللي مغطية في ال في السلايدز ما بعد ذلك يعني زي ما قلت هذا إنترودكتري شابتر يعني لمحة عامة عن الكورس ما فيه خلينا نقول يعني تكنيكا الماتيريال اللي راح نبدأ يعني ناخدها بالتفصيل اعتبارا من المرة القادمة من شابتر تو فبداية نرجع نذكر بالمالتي ميديا ويمكن طبيعة هذا الكورس زي ما قلت إنه يعني بيتعامل مع كونتنت إحنا يعني بشكل عام في أيامنا هاي بنستخدم المالتي ميديا بشكل عالي جدا وبالتالي الكل يعني بيتعامل مع الامجز إما من خلال الكاميرا أو من خلال الانترنت when you try مثلا to browse or download images نفس الشيء بالنسبة للأوديو والفيديو إحنا حاليا يعني عمالنا بنستخدم الفيديو والأوديو في المحاضرات هاي أشياء كلها بالنسبة إلنا صارت يعني خلينا نقول يعني very familiar إحنا معها وبالتالي يعني كيف نتعامل مع الفيديو أو الأوديو ما بدها شرح وإنما الهدف من هذا الكورس إن نفهم الكونتن نفسه تبع الفيديو والكونتن تبع الأوديو أو الامجز وبالتالي شو علاقة هذا الكونتن لما نفهمه شو علاقته بالنتوركينج بارت أو شو تأثيره على التوركينج بارت فمينلي قد يعني تكون زي ما رح نشوف الآن بعض الأبليكيشنز ممكن أنه يدخل فيها مجموعة من الميديا فقد يكون عبارة عن مثلا whiteboard ممكن يكون عبارة عن إمجز مع تكست ممكن يكون أوديو أونلي زي لما مثلا تستخدم أوديو أبليكيشن أونلي قد يكون أوديو أند فيديو زي ما يعني معظم الملتي ميديا content زائد أنه ممكن يكون دمج ما بين كلياتهم هذول الميديا تايبز زي اللي منشوف مثلا بال online gaming لما يكون في عنا فيديو مع أوديو مع إمجز مع تكست مثلا ل الآن المادة اللي ماشي اللي رح نشوف ها قدام أنه نتفرج على بعض الديتيل اللي إلها علاقة بالإمجز زي ما كنا زمان نتكلم عن التكست أنه عبارة عن strings وبيكون عندنا الباسيك يونيت في أي تكست هو character ومن خلاله we can represent the characters مثلا ب ASCII code ونعمل مثلا إلو transmission ب number of bits محد لكل character ونرجع ونجمع هذا التكست مع بعض نفس المبدأ الهان لما نتكلم عن images في المادة لقدام رح نصير نتكلم عن مصطلح كثير من استخدمه وانتو familiar معه اللي هو pixels ومنسمع بكلمة pixels كثير بالذات بالcameras لما نيجي نقول how many pixels فمنقول مثلا هاي الكاميرا 4 megapixels 8 megapixels 20 megapixels وهكذا فهاي بعض الأشياء اللي نحاول نفهمها بالتفصيل وزي ما قلت الهدف منها مش ملتي ميديا وإنما نحاول نشوف هاي الأشياء كيف يعني راح نربطها مع الملتي ميديا networking part في المادة القادمة راح راح برضو نتكلم عن الفيديو وزي ما منعرف انه الفيديو بشكل عام هو عبارة عن motion موجودة يعني نعرض sequence of images بحيث انه ينتج عنا motion فرح برضو نتكلم عن ونربط مثلا هذا الموضوع بال bandwidth و بال packet loss و بال delay يعني الconcept او performance metrics اللي احنا تعلمناهم في مادة الnetworks زائد الaudio part ونفس الشيء نحاول نشوف بالنسبة للفيديو والاوديو متى بيكون الsource عنا analog ومتى بيكون digital وإذا كان analog بحاجة زي مثلا الaudio او الvoice زي الآن اللي بنستخدم المايكروفون له ممكن انه يكون analog وممكن يكون بعض انواع الaudio already digitized هاي الاشياء رح نحكي عنها لقدام بالتفصيل الآن بس الهدف انه يعني نذكر انه في عندنا different representation لل multimedia information سواء كان in terms of images أو video أو audio الآن المateria اللي رح نتكلم عنها يعني في بعض المصطلحات اللي لقدام رح نصير نستخدم ها فلما نتكلم عن audio والvideo رح نربطهم بالconcept of streaming وهذا الاشي احنا بنشوفه كثير بيعني ما يسمى بالstreaming applications واللي هو يعني اقرب مثال عليه اللي الآن بنستخدمهم as streaming applications مثل youtube netflix وغيرها الآن رح يعني نحاول نفرق اكثر ما بين يعني technically ما بين streaming والdownloading وهذا اللي بالعادة نلجعله بالdownload لما نتكلم عن text and images يعني content هو بالعادة بيكون time independent بينما لما نتكلم عن video audio فزي ما بتعرفوا الcontent بتغير مع الوقت والinformation الgeneration لها والplaying بيعتمد على الtime فلذلك رح نشوف طريقة الgeneration or communication over internet ما بين real time media زي الaudio و الفيديو بنسميها continuous media مقابل time independent media بيسموها مرات block mode media مثل text والimages زي ما قلت هاي كلها يعني اشياء بالمادة اللي قدام رح نتكلم عنها بالتفصيل الآن اذا اجينا على مستوى المultimedia applications اللي منشوفها امامنا ممكن نقسمها لثري main categories ما يسمى بال interpersonal communication ويمكن بالمادة لقدام نسميه real time interactive applications واللي هي applications بالعادة بيكون فيها يعني خلين نقول one to one communication مثل skype و google meet واي video conferencing tool or audio conferencing tool في عنا بعض applications يمكن بعض المصطلحات تشوفوها بالكتاب ما بين هالسل والكتاب الكتب الأخرى زي فروزان و كروز لما يتكلم عن interactive applications بيقصد فيها انه user can interact with the server ممكن نسميها احنا لقدام هاي الاشياء streaming applications واللي هي من أكثر الأمثلة عليها يعني very popular applications مثل netflix واليوتيوب الآن في عنا برضو لما نتكلم عن الملتي ميديا لقدام والstreaming راح نتكلم على انه مرات بيكون في عنا stored media نعمل لها streaming ومرات بيكون في عنا live streaming فانت على سبيل المثال زي ما بتعرفه مثلا باليوتيوب you can do live broadcast وممكن انه يكون already something recorded and stored on a server وبالتالي you just يعني play it on demand نفس المبدأ انه ممكن لما نتكلم عن on demand فيديو نتكلم عن netflix as a huge library of movies واللي we can يعني watch on demand برضو في عنا entertainment applications واللي هي يعني مين اللي بتركز على التيفي applications ويمكن الآن بأيامنا يعني موضوع السمارت تيفيز وانه معظم هاي الابلي كيشنز العمال اللي نتكلم عنها الآن صارت integrated في صارت integrated كجزء من التيفي نفسه وبالتالي يعني صرنا الآن we can يعني play نتفليكس أو يوتيوب على التيفي طبعا كله بالآخر كinfrastructure نستخدمها هي الانترنت فلذلك يعني بغض النظر عن ال device اللي احنا قاعدين نتكلم عنه أو نستخدمه هون عمالنا نستخدم يعني الانترنت as platform ل transmit or receive هاي الانواع من الملتيميديا الآن بشكل مختصر لما نتكلم عن ال inter-personal communications اللي حكيت عنهم الآن هاي أمثلة سريعة زي ما ذكرنا قبل شوي ال skype أو الgoogle meet طبعا رح نربط لما نتكلم في المادة لقدام عن مثل هاي الانواع من ال applications رح نربطها بما يسمى بال voice over ip بنسمع كثير بال vo ip وفي زي ما في voice over ip في عندنا كمان video over ip أو tv over ip زي ما قلت انه ممكن يكون عبارة عن audio only ممكن يكون عبارة عن فيديو مع audio ممكن يكون عبارة عن combination من كل انواع الميديا types وضربنا مثال قلنا زي مثلا الفيديو games لان على مستوى ال interactive applications ذكرت قبل شوي انه يعني رح نركز على مبدأ streaming فزي ما قلت انه قد تكون الميديا stored ومن سميه هون stored media streaming وقد يكون live وبالتالي نتكلم عن live media streaming طبعا هون الapplications رح نركز عليها مثل youtube والnetflix لأن طبيعة هاي المادة انه يعني خلينا نقول بنربطها كثير بالجانب الواقع وبالأشياء اللي احنا بنستخدمها بحياتنا اليومية فلما نيجي نغطي على سبيل المثال موضوع voice over IP وموضوع interpersonal communication ما بين اثنين رح نضرب مثال skype for example ونتفرج على skype بشكل مفصل اكثر خلينا نقول من ناحية يعني developer اكثر من ما من ناحية user طبعا بنضرب skype كمثال فمليان applications او tools يعني بتشتغل بنفس مبدأ skype زي google المية وغيرها فالهدف انه بنتفرج على architecture تبع skype نفسه as a system وعلى المين components اللي بداخله وكيف هاي الامور كلياتها يعني بتشتغل مع بعض ب over internet الان نفس الشيء لما نجي نتكلم عن streaming رح ناخد netflix ويوتيوب as examples ونتفرج على technical details لعمل netflix واليوتيوب ونحاول نربط مع بعض الاشياء اللي مرات احنا as users منشوفها زي ع سبيل المثال اول ما نشغل الفيديو بنلاحظ انه بيبدأ بيعمل فترة buffering في البداية بتظهر انها زي gray area وبعد شوية بيبدأ يعمل play يعني ما بيبدأ immediately وممكن احنا بنتفرج مرات يصير فيه pause أو freezing لل screen ويرجع بعد شوي يعني to continue playing مرات ممكن يصير انه الquality تصير تزيد وتنقص فنشوف مثلا الpicture بquality ممتازة في لحظات معين وفجأة نشوف الصورة شوية الquality تاعتها ضعفة ونشوف هذا الاشي مرات لحال وقاعد بيصير بدون ما احنا ندخل ومرات بيكون manual اني انا تست for example الresolution زي اللي منشوفه مثلا باليوتيوب you can set the resolution مثلا manually او تتركه auto كل هاي التفاصيل اللي احنا يعني بنتكلم عنها الان as users نتكلم عن resolution عن quality تبع الفيديو عن البفرينج اللي بيصير بنشوفه امامنا او البوزينج اللي بيصير مرات لحاله برجع بيكمل كل هاي الاشياء رح نربطها بالnetworking ونصير نتكلم عنها بشكل مفصل ونحنا الآن الآن الموضوع الموفي or video on demand زي ما قلت هذا بالعادة يعني بركز على موضوع smart tv والشغلات هاي فبالعادة ممكن انه يعني الآن احنا بنربط ال tv مع ال internet cable او through wifi و بنستخدم ه زي ما قلنا بنفس مبدأ الانترنت فما فرقت كثير لما نتكلم عنها لكن نوع 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 آخر من الانترنت موجود واللي هو يمكن مش كثير يعني منتشر عندنا مثلا على سبيل المثال في البلد اللي هو موضوع انه ممكن انه نفس مبدأ ال netflix او اليوتيوب يعني يكون في عندي فيديو لابري موجودة وانا اصير اعمل مع tv company وبالتالي الكابل اللي بيوصل عندي للبيت بيكون dedicated for tv وليس عبارة عن انترنت يعني connection هاي ما رح نتطرق لها على اعتبار ال infrastructure اللي نركز عليها في هذا الكورس هي الانترنت وبالتالي سواء كنا بنستخدم tv or desktop or laptop or mobile رح نشوف انه يعني كله بالاخر we transmit or communicate the video audio or images over انترنت هذا ملخص بسيط زي ما قلت عن طبيعة المادة اللي رح نغطيها بهذا الكورس وبندخل في details تاعتها اللي تكلمنا عنهم بال syllabus من ناحية ايش الملتي ميديا protocol اللي بتلزم نستخدمها ايش التأثير مثل هذا ال content volume و size على bandwidth ايش تأثير packet loss or the delay على playing لمثل هذا content متى احنا بنتكلم عن streaming ومتى بنتكلم عن pure download load كل هاي الامور رح يعني ندخل فيها بالتفصيل في المادة ان شاء الله في اي سؤال او استفسار عن عن طبيعة المادة اللي بدنا نغطيها هذا الفصل او بشكل عام عن الكورس طيب الله يعافيك عمان استفسار بسيط عن قلت في assignments احتمال تكون programming نعم هل فيها خلفية معينة نحتاجها عن حجلها او الصحيح في حال كان لدينا programming assignments نعتمد فيها على ال background اللي عندكم يعني بنفترض انه الطالب درس ب يعني بسنوات سابقة programming language زي C أو C++ وبالتالي يعني نفترض بالطالب minimum انه بيعرف C++ as a programming language الان في كورس اخر عنا اللي هو network programming بس طبيعة الكوركلم تبعتنا بالكورس او بالقسم انه ما في اعتماد بين الملتي ميديا وال network programming ف يعني ما بنفترض انه يكون عندك skills عالية في network programming حتى يعني to do this programming part غالبا يعني خليلا نقول الbasics اللي انت بتعرفها من كورس networks ومبدأ مثلا انك يعني let's say اذا بدنا نتكلم عن networking programming او networking project او assignment انه نتكلم عن مثلا هل بدنا نستخدم مثلا tcb or udb for communication بدنا نعمل open لسوكت هاي الشغلات ممكن يعني تكون basics الطالب اخذها في مادة networks او في مادة network programming جرب عليها coding اذا كان project يعني او assignment ما بتتطرق لل networking part وانما بتتطرق على سبيل المثال لاشياء الها علاقة بالفيديو او ال audio content راح نزودكم ب يعني خلينا نقول ب libraries الها علاقة بالفيديو وال audio بحيث انه يعني to get familiar وتقدر وتقدر تستخدم ها مثلا for coding اذا منتكلم مثلا عن programming لبعض ال algorithms اللي موجودة مثلا في المادة القادمة زي quality of service algorithms برضو هدول يعني كالغريثم برضو منزودكم في يعني to do the programming فرد على سؤالك يعني ما في زي special needs لمثل هذه assignments نعم نقطع واحد في حدا عنده اي سؤال او استفسار طيب اذا اذا اوقف اليوم عند هذا الجزء و ان شاء الله نبدأ ننزل ها الى نعم نعم هاي المحادة رح تنزلها على e-learning اه ان شاء الله طبع نور اللي بتسأل بس لانه عندي الليست عمالي بدور عن اللي بتكلم نور سألتي اه ان شاء الله رح انزلها طبع طيب في حدا كمان عنده اي سؤال استفسار عن طبيعة المادة بشكل عام طيب زي ما قلت يعني من هون للقاءنا القادم ان شاء الله بن يعني بنشوف اذا مايكروسوف تيمز صار في تعديل على التيمز وصار في عنا تيم خاص بالكورس زي ما كان عنا الفصل الماضي فان شاء الله بيجيكم يعني من خلال الايميل انتبهوا انه يعني رح تجيكم من خلال الايميل تبع الجامعة الرسمي برضو الدخول على الكلاس يعني اذا اضطرنا نستمر بهذا المحاضرات القادمة بتمنى من الجميع انه يعني يدخل يعني على يعني يكون عامل sign in على المايكروسوف تيمز من خلال الايميل الجامعة حتى ما يظهر عندي في اللست اللي امامي ويظهر الاسم كامل اي سؤال او استفسار طيب يعطيكم العافية ونلتقي ان شاء الله المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة